موسيقى يواصل المترشح لرئاسية 12 ديسمبر المقبل عزدين ميهو بحملته الانتخابية بتنظيمه تجمعا شعبيا بقسنطينا تعهد فيه بمراجعة المنظومة الجامعية لتكون دافعا للتنمية مع استحداث وكالة جزائرية للابتكار نفكر في إنشاء ما يسمى بمدينة الابتكار وهذه مفتوحة أمام كل الجزائريات والجزائريين الشباب لتابعين للجامعة وخارج الجامعة عملنا وكالة جزائرية للابتكار هي التي تتكفل بمرافقة ومتابعة الشباب والذين عندهم أفكار والذين عندهم مشاريع بحث في الإلكترونيك في المجال الطبي في المجال الفلاحي في كل مجالات إعادة بعث المشاريع الاقتصادية في الولاية وإعفاءات جبائية للمؤسسات الاقتصادية التي تستحدث مخابر البحث في تخصصها هي أبرز ما أكد عليه المرشح في حال انتخابه رئيسا للبلاد في البرنامج اقترحنا أنه أصحاب المؤسسات والشركات الاقتصادية اللي ينشؤوا مخابر بحث متناسبة مع طبيعة النشاط انتحم راح نعفيوهم من كل الضرائب ورسوم بصعب شرط يوظفوا الطلبة والباحثين ويشجعوهم نريد أن تكون المؤسسات الاقتصادية تعنا ليس فقط مجرد مؤسسات انتاج ولكن بحث وتفكير وتطوير في اليوم الحادي عشر للحملة الانتخابية التزم ميهوبي بالعمل على معالجة مشكلة البطالة وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من أجل ترقية الصادرات ترجمة نانسي قنقر